بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الحلقة الخامسة عشرة من مذكرات أحمد الكاتب في مواجهة الموت على خطوط الاشتباكات في بيروت وجنوب لبنان مع تفجر الحرب اللبنانية عام 1975 ذهبت إلى بيروت لطباعة بعض الكتب والمجلة الداخلية للتنظيم المجاهدون وكانت المعارك في الأيام الأولى من الحرب تشتعل ليلا فقط بين محلة عين الرمانة المسيحية وحزب الكتائب من جهة ومحلة الشياح الشيعية التي يتحصن وراءها الفلسطينيون والإيساريون ثم تهدأ المعارك في الصباح وكنت أنزل في فندق متواضع يسمى نزل أم عباد في ساحة الدباس مع مجموعة من الأصدقاء والمشايخ وفي ذات يوم وقع حادث قتل أمام فندقنا في الشارع الذي كان أقرب إلى موقع حزب الكتائب في الجهة الشرقية من بيروت فأخذنا الخوف وتشاورنا حول الانتقال من ذلك الفندق إلى عمق المناطق الإسلامية والشيعية وترددنا البعض يقول أن حادث فردي سوف ينتهي والبعض يقول لا ربما تمتد الحرب إلى هذه المنطقة فلنغادر هذا الفندق فاستخار أحدنا الله تعالى في القرآن الكريم حول البقاء في الفندق أو الخروج منه وكما تعرفون الاستخارة بالقرآن الكريم أو المسابح عادة أو ظاهرة منتشرة في الأوساط الشيعية المتدينة وفتح القرآن وإذا بهذه الآية تخرج لنا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا يعني إذا بقيت على هذا الشيء في حرايق وفي نسف وفي كذا آية جدا واضحة تقريبا من سورة طاهة آية 97 ففهمنا من الآية حسب ما الذين يستخيرون خطورة المقام في الفندق وقررنا مغادرته بسرعة قبل حلول الظلام وذهبت لأشتري بضاعة من السوق يعني دقائق وعندما عدت وجدت رفاقي قد غادروا الفندق إلى منطقة برج البراجنة الشيعية في المنطقة الغربية ولكني لم أكن أعرف العنوان ولا المنطقة فقلت في نفسي أمضي الليلة في الفندق وأحاول العثور على أصدقائي في الصباح يوم غد وما أن غابت الشمس حتى بدأت المناوشات بين المسلمين والمسيحيين بين الشرقية والغربية وانتقلت المعارك ذلك اليوم ولأول مرة إلى منطقة ساحة الدباس وساحة البرج واشتعنت كل الجبهات فقلت في نفسي لا بس سوف تهدأ المعارك في النهار يعني بالليل تشتعله بالنهار تهدأ كما كان هو المعتاد وأخرج من هذا الفندق قدا ولكن المعارك استمرت يوما بعد آخر بشكل متواصل لمدة أسبوع ليلة نهارا وكان ذلك في شهر رمضان المبارك فنفد لدينا الطعام وبدأنا نعيش على الماء يعني أصلا ما كنا نجتي ناكل أو نشرب والموت في فمنا وكانت الصواريخ تنهمر فوق رؤوسنا وتطاير من هنا وهناك وقام عناصر من حزب الكتائب بتفجير كل المحلات في الشارع ونهبها ثم اشتعلت النيران في فندق أو فنادق مجاورة لنا ولجأ سكانها إلينا تحت الرصاص والخوف والنيران وعندها كتبت وصيتي ووضعتها تحت رأسي ونمت منتظرا الموت في أي لحظة حيث لم نكن نستطيع النزول لأن الساحة كانت ساحة حرب والمقاتلون معادين لنا حتى بعض المسيحيين كانوا يخافون من الكتائب من حزب القوم السوري أتذكر إلى أن مضى أسبوع كامل ونحن على هذه الحالة من القصف والنسف والحرائق حسب ما ظهر لنا في آية الاستخارة التي خرجت لنا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليها عاكفا لنحركنه ولننسفنه في اليم نسفا وكفست عند أول وقف لإطلاق النار لأن تقل إلى الجبهة المقابلة غير مبال بالنيران القنص لأني كنت ميتا في كل الأحوال كانت هذه أول تجربة لي مع الحرب ومع الاستخارة في حياتي ورأيت بعيني نتائج مخالفة الاستخارة ومنذ تلك الحادثة حصل لي إيمان عميق بالاستخارة بالقرآن الكريم والتي كنت ألجأ إليها أحيانا عند الحيرة فقط وعند الضرورة وبعد عجزي عن الحصول على العلم أو اتخاذ القرار المناسب فقد تزوجت مثلا دون أن أستخير الله ما يحتاج أشوف إنسان أمامي وأقرر على العكس من بعض الناس الذين يعطلون أقولهم تماما ويستخيرون في كل صغيرة وكبيرة وكنت أمتع من بعضهم إذ يستخير إذا أراد شراء كيلو خيار مثلا أو بطاطة أو القيام بأي حركة أي شيء ما أخذ سبحة بيديها ويستخير ورأيت في الاستخارة أشبه بخط اتصال مباشر مع الله تعالى عبر القرآن الكريم مع أن الاستخارة غير واردة بهذه الصورة لا عن النبي ولا عن عامة البيت واعتبرت الاستخارة تجربة ذاتية يعني دليلا إعجازيا إضافيا على معاجز القرآن الكريم وسوف أتحدث عن عشرات القصص الطريفة والعجيبة التي حدثت لي مع الاستخارة في ثنايا الأحداث والمخاطر التي كنت أمر بها وفي العام التالي في عام 1976 قمت بزيارة أخرى إلى لبنان في أز الحرب الأهلية وانهيار الدولة اللبنانية حتى أني لم أجد شرطيا واحدا يختم جوازي عند الحدود حدود السورية اللبنانية وذلك ذهبت إلى جنوب لبنان لأدرس إمكانية إقامة معسكر دائم لشبابنا في قلعة قديمة بالقرب من قرية أنصار في الجنوب اللبناني بالتنسيق مع بعض الأخوة في حركة أمل كالأخ أحمد المصري والأخ سلمان لمع وأثناء العودة ذهبت اتفقدت القلعة ويعني الظروف المحيطة بها وأثناء العودة كان علي أن أمر من النبطية إلى مرجعيون أمر بقرية القليعات على طريق النبطية مرجعيون وعندما وصلت سيارة التكسي التي كنت أستقلها إلى هناك أوقفها حاجز لميليشيا الرائد اللبناني المتمرد سعد حداد في أول أيام طلعت الذي كان قد بدأ تمرده في تلك الأيام وطلب مننا الحاجز الترجل والذهاب مشيا على الأقدام إلى مرجعيون أدت كيلومترات لأن قوات الحركة الوطنية اليسارية المسيطرين على المرجعيون كانوا قد احتجزوا سيارة لهم هناك وقالوا أنهم لن يعيدوا سيارتنا إلا بعد إعادة تلك السيارة وعندما نزلت من السيارة شاهدت عشرات المسلحين في البيوت وهم يوجهون بنادقهم نحونا فظننت أنهم يريدون يريدون قتلنا في الشارع يعني وتوجهت إلى الله تعالى وتشهدت الشهادتين ومشيت بانتظار أن ينهمر الرصاص علينا من الخلف هكذا كان يحدث في لبنان لكل أيام وبعد أن مشينا بضعة مئات من الأمتار عادت تلك السيارة المختطفة فطلبوا مننا العودة للركوب بالسيارة ولكن من كان يجرع على العودة وقد ابتعد قليلا عن فم الموت فذهب سائق السيارة وعاد بها وركبنا معه ثم واصلنا الطريق وفي نفسي ذلك العام وبعد تدهور الأوضاع الأمنية في بيروت واستحالت الوصول إليها قررنا طباعة أدة كتب في القاهرة فذهبت إلى هناك وفتشت عن مطبعة بسعر جيد واتفقت مع صاحبها وجلست أنتظر إتمام الطباعة ولكني رأيت صاحب المطبعة يماطل ويؤجل ويعتذر كل يوم بأذر جديد وفي النهاية عرفت أنه قد عرض الكتب على صديق له وكانت كتب على شريعة بعضها ليتأكد من عدم احتوائها على ظلال كما كان يعتقد بعد أن عرف بأني شيعي وقد انزعجت من تصرفه لأنه لم يسعرحني واتفق معي وعطاني موعدا ثم أخلفه بالإضافة إلى أني فجأت بنظرته إلي وشكيه فيي وأنا الذي يجب أن أشك فيه وأحكم عليه بالظلال كما كنت أعتقد يومها وبعد أن انتهيت من طباعتها حاولت أن أشحنها إلى الكويت مقرنا دائم يعني كان ذلك الأيام ولكني وقعت في دهاليز الدوائر البيروقراطية المصرية وكان لي معها تجربة مرة فظلت على إثرها أن أترك الكتب في القاهرة عند صديق وأخذ قسما منها فقط معي في الطائرة ولم أفكر مرة ثانية أن أعيد التجربة حيث لم أجد عن بيروت بديلة والسلام عليكم ورحمة الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله شكرا شكرا